مرحبا المتشبعين الكرام أهلا بكم في قناتكم الأخبارية المغرب.com لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد إن شاء الله هذه أبرز العنوي بعد راحل وحيد خيلوزيش من المنتخب المغربي الجامعة تعلن عن المدرب الجديد للأسود بعد تأكيد رسميا مغادرة وحيد خيلوزيش تدريب المنتخب الوطني المغربي بدأ الجمهور الرياضية تسأل عن المدرب المقبل للعناصر الوطنية في هذا الصدد أشارت عدد من المصادر المتفرقة أن وليد الرقراجي هو من سيحل محل وحيد خيلوزيش في معسكر الأسود وليد الرقراجي حقق نتائج باهرة مع الأندية المغربية خاصة لند الوداد البيضاوي وكانت تقاهير الصحافية قد أكدت تواصل جامع الملكية المغربية لكرة القدم لاتفاق مع الرقراجي لقيادة المنتخب المغربي خلال الفترة المقبلة استعدادا لنهائية كأس لعنم قطر 2022 هذا وأعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها قررت الانفصال بالتراضي عن الناخب الوطني وحيد خيلوزيش وأوضحت الجامعة في بلاغ نشرته على مواقعها الرسمي اليوم الخميسة إنه بالنظر لاختلافات والتباين الرؤى بين الجامعة والمدرب الوطني وحيد خيلوزيش على الطريقة المثل لتهيئة المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائية كأس العنم قررت طرف الانفصال بالتراضي وأكدت الجامعة أنها ستوفر جميع الوسائل والإمكانية لاتهيئة الجديدة للمنتخب الوطني في أفق مشاركته في نهائية كأس العنم قطر 2022 شكرا على حسن المشاهدة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله